السلام عليكم اخواتي قديري اللبس عليكم تمنوا تكونوا على خير وباخير كما اشتركوا انا صورت لكم شكل ايدي الموضي اللي غادي نفصل معاكم هادي الكتوب اللي غادي نفصله هنا يرا عندي توب فيه جميه ترى ونص هاد الموضي لكيحتاجو جميه ترى ونص ديال توب عندي هنا اي ارادرتو في الطول هادي هي الحاشية اللي مجهتي هدا هو الطول ديال توب والتوب هادا راها كي تيري كما اشترك نطوي على جوج في الطول ديالو كنجمعو من التحت بش ما كي هبط ليش بش ما كيبقاش يهرب لي من البيرو سوف يبكون قد باش هادي نفصل ذاك القاطعة الفوقانية ديالا اللي كتكون من الحزام الفوق كنفصلها بوحدة كيما اشترك انطوي على الاربعة كنجيب هاد الجيه المسدودة وكنطويها عند الجيه اللي محلولة هنا كنحط العبار ديالي ديال الكتاف عندي في الكتاف عشرين كنحط داك العشرين نيشان لحسب هاد توب هادا را كي تيري بزا في العرض ما كنزيتش القيمة ديال الخياطة في الكتاف كيما كتعرفو الكتاف را كيجيو طايحين لك لنتو كي تيري وهنا يهبط باتنين وعشرين زد جو السانتيم على الكتاف سوف يوك ندير خط مستاقيم الدورة ديال الصدر عندي سمينية وعشرين الخياطة بكل شي سوف يوك نصيل ذاك الخط كنصيلول عندك منقطة ديال الصدر الدورة ديال الرقابة كندير فيها درس فيها سبعة ديال سانتيم وكنها بتجوج في الخلف نطيح الكتاف ديال يدك ثلاثة سانتيم خط الحزام بدرت فيها ربعين سوف يوك ندير خط مستاقيم باش هاد نحط عليها العبار ديال البطن الحزام بدرت فيها دورة ديال الحزام فيها سبعة وعشرين سوف يوك نصيل ذاك نقطة ديال الصدر معا نقطة ديال البطن كنديرها كبل نستعن بالبيس طولي الدورة ديال التركيز هي كنستعن بالبيس طولي وكراني وريتكم مش حال مره لابتوا ديال دورة اغي بيديكم كتطلعوا واحدة ربعا سانتيم وددورة هنرى التراسج ما باينش راني حاولت ندير نبدل الالوان ديال الطباشير ولكن ما باليش درت هنا وحل اللون موف مجيش باين بزاه مع توفيه الالوان ولكن الصورة راه باينة وواضحة كيفاش تطريقة الفصالة صافي كما شتو هادي القطعة اللي عندي من الفوق القطعة العلوية كننقص واحد جوز سانتيم من جناب باش ما كتجينيش كسوات طائحة فمن الجيها ديال الكوطي على هات الشكل هادا كنستعن لاغي المنتصف هنرى كنحيد الخلف وكان خلي الامام باش هادي نقص جوز سانتيم من التركيز هادو كدروريين كننقصهم باش ما كتجينيش الكسوة من تم ماياه في هاداك الكشكاشة خارجة صافي الدورة دير الرقابة كانها بالتمانية سانتيم وكان دور بيها كان حيات سانتيم واحد من الكتاف ديال الامام صافي على هات الشكل دا بادي نجيب التوب اللي بقالية وهدي نخلي هاك كاك هنخلي على داك الطوية اللي كنت طاوية غادي نقادو نخليه في الطول كما شتو التوب عندي راكي تيري بزاف ذاك شي علاش ما غاديش نفصل له في التنكيز في العرض غادي نخليه باش نفصل له في الطول دياله طب نسبة لهذا المنكب راح فيها اكتر من ميتر ونص عندي هنا في الإفازي غا تبقى لي واحدة تسعود وثلاثين صافرها كافية مع التوب كايتيري كما قلت لكم ش حال مرة فاش كنتو بكا بيزو بيزو كايتيري بزاف ما يصلحش نديروه في المنكب في العرض دياله بسنا نديروه في الطول دياله باش ما كيجيش ضايع كان بقا يتيرينا في الطول هنا غادي نحط الدرد للحزام ديالي ستة وعشرين ونزيد عليها واحد لخمستاش لسانتين ولا اتناش لسانتين ش حال ما بغيتوا تديدو انتو ما ديال ذاك الكشكاشة لا بغيتو هاجيكم بزاف تم معرضة يمكن لكم تديدو كتر انا هنا يخلطه كامل على العرض دياله منقش منه سافي غادي نحيد دك ربعين سانسيم ديال القطعة الفقانية غادي نحيدها ما غاديش نحسبها وندير طول ديالي نحط طول ديالي من سافي غادي ندير علامة طول ندخلي وحد ربعا سانسيم ديال لغلي ونحط علامة اخرى سافي غادي نقطع سافي غادي نقطع سافي غادي نقطع هادي ما غادي ندير لها تشي حاجة دا ما غادي نحيد لها غادي ذاك الحاشية اللي عندي في الجناب هنفتح هي لها هي الكوطة ديالي والجهة الثانية غادي نحيد لها ذاك الحاشية ديال الجناب اللي كاتبها لكم بيضا باش ما تبقى ليش مكمشة ضروري ذاك الحاشية تحيد والاخرها غادي نفتحها كيعلى تشكل باش ما ننقش منها تبقى لي في هادك الايفاظة ديالها ما ننزلش نقص كندير ذاك علامة في الوسط باش نعرف الجهة اللي غا تكون عندي الأسقاف الحزام غادي نعبارها هاد الدورة ديال التركيز نعبارش هون شو حال فيها باش غادي نفصل لكمان عندي فيها ستة وعشرين هدا هو الطرف اللي شعط لي من توب كما اشترى هنا هي الطرف باقي الكبير هنخرج منه لكمان وغادي يشيط اللي حسب هاد التصفصيلة هادي هاد الكوبورة كان فيها كتر من جوج ميترونس ولكن الكتبورة ها جوج ميترونس كافية لهاد الكتبورة هادي هنا هي هادك الكمام غا ندير فيهم واحد الكشكاشة في الكتاف خليت واحدة الربعة سانتيم هادك ما ديش نحسبها بعدين ها بط بطناش هندير طال ديال الكمام طال الكمام عندي خمسة وخمسين ونزيد وحدة الربعة سانتيم ديال الخياطة احساب غا ندير لها في المنش وغا ندير لها لا استيق دورة ديال الدراء عندي فيها تسعتاش نزيد الخياطة نحطك البيسطولة تمامة بشي نحيد ذاك الصانتيم ونلاج الصانتيم اللي كانت تكون عندي في ذاك الدراء من التحت بش مكي يجينيش من كشكش من تمامة كان فصله سوف يتطريقة المهم ديال الفصلا ديال الكمام راني حطاهم معاكم كتر من مرة حيث هادتوب هادرا ما بانش فيها باش غادي يسهمه كتر. لما اللي اول مرة كتشاهد القانا. تمنى انها تدخل القانا وتخلينا وتدير الاشتراك. هنا يرى غادي نعبر داك الطول اللي عندي في الصدر. في غاية كل الازرار. غادي نفصل واحد القطعة ديال احد القطعتين ديال ديال الازرار. عفوا ان هاد القطعتين هادو ديال ذاك الكشكاشة اللي غادي جيني في الصدر حدا الازرار. كندير فيهم ديال ذاك الطول ديال الصدر عندي في ها اتنين واثنين وثلاثين. هندير هنا اربعة وستين في هاد في هاد القطعتين هادو وجوش. هما اللي غادي يكونوا عندي فيهم داك الكشكاشة اللي غادي جي حدا الازرار. والعرض ديالهم كندير فيهم اربعة سانتيم. سانتيم واحد كدير الخياطة كتبقى فيهم ثلاثة سانتيم. غادي نولي نفرقهم بجوش. نفرقهم في المنتسة. انا غادي مفصل الحزان. حيث تكون عندها الحزان هاد الكسوها دي. كندير في العرض ديال الحزام كندير فيها ثمانية سانتيم. هنا غادي نفصل دا الكول. كي ماشتو هنا يرا فيها اتنين وعشرين في الطول. العرض كندير فيها اربعة سانتيم. ساهلة للفصالة دياله بسبب الاخوات اللي بغا بفصلوه. وراني حاطة في القانو دايره بتفصل اللي بغا يدخل يشوف طريقة للفصالة دياله والخياطة. راني شد مشاركة معاكم كتر من مرة. طريقة ساهلة ومبساطة بسبب الاخوات المبتدئات. طي سهلة لهم وبتوفق ان شاء الله لكل واحدة اللي بغا تتعلم. مصافية ديالكسبوا دياله. السلام عليكم ورحمة الله.